مالك ما كتبي تحكي مالك ما فهمت تقولي مالك انتي هالبكرة عندنا عروق هنا زياب ليش اولي ليش العروق بتبين ما قدر هذا معناته فيه توكي حر من اول اي سي اول مكيف تحكي مالك اقول مالي بس مالك والله ما فيني حمد الله كل شي تمام حياتي مستقرة سعيدة هادية متفائلة بالاجمل ان شاء الله اللي حيجي حرة الحمد الله على انستغرام اضوى فهد بتعرفي حالك بثلاث صفات اول صفة روح حرة تاني صفة شو هي ممثلة عالمية وتالت صفة سعودية اذا بديك ثرت بيهم الاولوية لشو سعودية روح حرة ممثلة عالمية لو سألتك السؤال من سنوات لورك انت قلت سعودية اول شي الفخر مع السنوات انك سعودية عم بيزيد بس هو شوف هو يمكن الحين قاعد يبان للناس اكثر زمان اوكي كان في فرق ما نقول لا بس ماك يعني انا بالنسبة لي انا كأضوة وكحياتنا وبيئتنا ما كان اللي هو التغير الجذري في العيلة او في المايندسيت حق العيلة احنا نفسنا زمان والحين صحيح انه صار فيه اشياء بانت للعالم الحمدلله احنا كنا اوردي فيها يعني مش انه تغيرنا على مدار هذه السنين عرفت احنا اشك بعد شو عن هالتفاصيل كله ولكن اذا بدي ارجع معيك عم بتقولي انت روح حرة روح حرة 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 من شو من قيود العقل قيود المجتمع بس التفكير يعني التفكير هو اكبر قيد للواحد شوف المجتمع خلاص القيود يعني مش القيود الحدود لا نقول قيود الحدود بالفطرة لما تكبر عليه خاص تتعود فهي معد هي حد بالنسبة لك انت تتعايش مع كل شيء قاعد يصير وذن الحدود حقتك عرفت فروحي انا روحي من تفكيري من عقد تفكيري احاول اني احررها دايما من عقد التفكير اللي ممكن توقفني عند حد معين مين بيخلق لك هالعقد مخي مخي البيئة الاوسع مش الكلكيع التحديات اللي تصير ما بقى سميها مشاكل التحديات اللي تصير هي اللي تعطيك خوف او مشاعر خوف بالتالي حدود انو الكمفورت زون هذا لا تتعدي لا تحاول التعدي عشان ما يصير لك شيء معين فانا هذا بس اللي عندي يسترقل منه الخوف عندي اكبر عائق خوف ونشوف كل شيء مع انو مع انو هو عائق في مخي ولكن فعليا في الحياة احاول اتغلب فيه بس يرهق تفكيري افكر كثير اسوي ما اسوي اروح ما اروح اعمل ما اعمل لا 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 خلينا كذا لا شفتي هذه الخطوة مو كويسة بالنسبالك عشان يمكن تزعلي يمكن تطايقي يمكن لو قلتي كذا يصير فاتذكر من كم سنة شفت كتاب غلافه فقط هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا عندي دفتر أكتب فيه كل شيء كل شيء شفت المورنينج بيجز أنا عرفت عنها متأخر أوكي بس أنا كنت أسويها طول عمري يعني مورنينج أفترنون إيفنينج نايت كل شيء أي شيء أفكر فيه أو أحسني بديت أفكر فيه كثير أمسك الورقة والقلم أنا عندي مجلدات منه وأنا صغيرة شو بيخدميك أو كيف بفيدك أن تتغلب على الأفكار اللي بتحاصرك أنتو عم تكتبين أطلعها على الورق بكل صراحة بكل صراحة بكل مواجهة كأني حط مراية قدام نفسي عرفت يعني حتى شيء اللي ألمني قاعدة أواجه فيه نفسي وطلعه طب ليش أنت سويتي كذا طب التصرف الفلان يخلى عندك كذا 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 ليش طب هذا معناته إيش أنت خايفة من إيش متعقدة من إيش تسمحينا نفلفش فيه أبدا إذا بديك تقري لنا ورقة أكيد مش أنا رح فلفش فيه ولكن إذا إذا بديك تقري لنا ورقة عن بعض الخواطر اللي بتقطع على بالك أنت وبحالة قلق بحالة عم بتفكر كتير كيف بتفرغي القلق والأفكار اللي بتحاصر كيف بتفرغي على الورق أشوف لك شيء مرة عادي أوكي لسه هنا ها طيب يا حبي يا حبيبتي يا دود هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وأنا أريد أن أغير ماذا أريد أن تغيري؟ أريد أن أغير النظرة السلبية الإيجابية بالنسبة للموضوع فلان فلاني أقرب مثال عندك أنت عندك خوف جواتك ممكن يترجم خارجياً على أنه يبعد الشيء الذي تريد زيادة ويتأخر وهكذا وبعد ما تكفي بترتاحي يمكن أنا زمان شوفت لما أنت لأنه هيدون أنا بقريون بقول واختبار كتير يفرغ لتفكر فيه على الورق بس أنا ولا مرة عملتها مرة أنا أحست أني مرتاحة عليها بس عندي أمل إن كل الأفكار هذي تروح صراحة أمل ضعيف يعني بس إنه ربما في يوم لأيام يروح الأورثينكين هذا تحاولت استشيري طبيب نفسك؟ جيد استشرت بس يعني ما كان كثير هي جلسة واحدة تقريبا ليش رحتك؟ كنت محتاجة أروح كان عندي وقتها صدمة مو عادية سؤال طيب عشان أجاوب صدمة وفاة الوالد هي أكبر صدمة في حياتي رح أرجع لبعد شوي خليني أحكي على خليني دلنا على التعريف طبع أضوة ممثلة عالمية روح حرة سؤال المرأة بتقلق حرة؟ يس بتخلق حرة؟ كل إنسان يخلق حر أو الحرية هي معركة يومية يخوض الإنسان وتخوض المرأة تحديداً من مجتمعاتنا الشرقية؟ لا إذا إحنا كيف أقولك صراحة هذا ما أدري إيش نسميه ستريو تايب عايشين عليه الصورة نمطية صورة فعلياً إحنا اللي خلقنا هذا الشيء المجتمع الناس المرأة بحد ذاتها أنت تحدي نفسك أو تحط قيود على نفسك قيود مجتمع لما تقعد تقولي إيه وأنا والمجتمع يقولي لا ترزيك زي رجال بس عشان المرأة بنتكلم عنه كثير حتى الرجال عنده قيود وحدود أي صورة المرأة السعودية على أبواب 20-30؟ أنت شايف أعتقد واضح يعني زي ما قلت لك فيه إنجازات قبل بس ما كانت واضحة يمكن الحين فيه دعم لها أو امباورمنت خلينا نقول معنو امباورمنت معناته هو نقص فقعدين ندعمه بس هو موجود ما كان واضح ولا ترى الأنثة من زمان هي مديرة من زمان هي تشغل مناصب ترى بس ما كان واضح الحين تسلط الضوء عليه عشان يبان للمجتمع أنه ترى هذا الشي موجود هو موجود من زمان بس ما كان منقول عبر الميديا للناس بس فيه خطوات عم بتصير يعني كان موجود ولكن فيه خطوات عم بتصير اليوم هالأرض عم بيخلي المرأة تكون عندها مكانة أكبر وأكبر أكبر وأكبر بالذات اللي بره بس إحنا جوه شايفين وعارفين أنه فيه أوريدي فيه ميل أو إناث يشغلون مناصب كبيرة في شركات في منشآت ولكن اليوم فيه تمكين أكبر للمرأة السعودية الحين فيه تمكين أكبر فيه تمكين أكبر يعني أكيد لأن كل شيء قاعد يتطور بالعشرين ثلاثين عم تقولي ممثلة عالمية بتشوف حالك أضوى فهد تخطيتي حدود الوطن العربي وفعلا ممثلة عالمية حدودك العالم يس يعني إن شاء الله هذه الخطة الخماسية الجاي اللي هي حققة الخمسة سنين الجاي رح تلقي سكان المملكة رح تلقي سكان المملكة أو ممكن العالمية تاخدك من الوطن لأن في كتير ناس في كتير أسماء عالميين سعوديين خارج الوطن اليوم لا ما أحس ما أدخل نفسي عايش في مكان غير هنا السعودية ممكن تصدر ممثلين وممثلات للعالم كله ليش إيه بسقة عم بتقوليها ليش إيه ومش كتير في ممثلين عرب قدروا يوصلوا فعلا للعالمية هو طموح هو طموح دام أنه موجود عندي أكيد أنه موجود عن ناس كثير يمكن لسه ما طلعت ما بدأت مسيرتها المهنية يمكن بدأت وصار لها سنين يمكن بدأت توها بس أكيد زي ما هم موجود عندي هم موجود عن ناس كثير الأعمال السعودية ممكن توصل للعالمية يس قاعدين نتطور قاعدين نشوف وين النقص موجود ونحسنه ونطور منه عشان نوصل للعالمية السنة هذه فيه فيلم راح هناك والسنة اللي فاتت برضه راح فيلم هناك والسنة اللي قبلها يعني تقريبا آخر سنتين ثلاثة فيه أفلام قاعد تروح لهوليوود فعلا فيه حراك كبير وفيه دعم كتير كبير من وزارة الثقافة من سمو الأمير بدر بن فرحان بين الرئيس تنفيذي لهيئة الأفلام يعني عبدالله العياف أيضا عبي يعملوا شغل شغل ممتاز شو أهمية دعم الوزارات والهيئات كرميل تطور الصناعة الدراما في المملكة حلو أنه ما أحس أنه أنا قاعدة أدابك الحالي كشخص عرفت يعني لما تحس أنه لك ظهر هذا أهم شيء وين بتلمسي وين بتلمسي أنه فعلا في دعم من الوزارة ومن الهيئات في كل الإيفنتات اللي قاعد تصير مهرجان البحر الأحمر وأنه هما يدعوا طبعا من بره أكيد ناس الضيوف حقونا وإحنا يدعونا كممثلين للسعودية كممثلات وممثلين مخرجين يعني من كل مجال صناعة الأفلام أنه إحنا يدعونا كمم في هذه المحافل نتكلم فيها مع الناس يعطونا مهام برضو نسويها كيف يعني أنه أنت أصلا تكون سفير لحالك لصناعتك والبلدك هذا شيء قويك هذا شيء أنت تحسوا دعم من نفسك ومنهم مهرجان أفلام السعودية أديش في فخر لممثل سعودية أنه يكون في مهرجان أفلام السعودية طبعا أعتقد أننا كلنا نقول كل السعودين عارفين أنه هذا شفت التجمع السنوي للعائلة يعني كل عائلة دايما عندهم تجمع سنوي يصير هذا بالنسبة لنا في السعودية كذا اللي هو التجمع السنوي لكل أفراد عائلة صناعة الأفلام في السعودية نجتمع فيه نسولف إحنا على مدار السنة كل واحد مشغول في حياته الشخصية في حياته المهنية ما في وقت أنك تقابل الكل فهذا بالنسبة لنا كذا اللي هو بيت جدتي اللي نتقابل فيه ونسولف فيه ونحش فيه ونقول كل شي فيه عرفت في هذه تقريبا سبع ثمانية أيام مركز الملك عبد العزيز الثقافي عبر إثراء إختاروا أضوة تكون عضو بالجد التحكيم على أي أساس اختاروا ممثلة صغيرة طالعين عروقة أن تكون أن تكون عضو بالجد التحكيم يعني زي ما قلت أنا طبعا شكرا لأستاذ أحمد الملة أوكي اللي هو رئيس المهرجان ورئيس هيئة جمعية السينما سوري وكل القائمين طبعا على إثراء جمعية السينما هيئة الأفلام هيئة في وزارة الثقافة وجمعية الأفلام برضو كل الشكر أن هم على قولك في هذه السنين الناشئة لي واختاروني كعضو يعني هذا اندلفة ويدل على ثقتهم الكبيرة فيني وإن شاء الله أنه قدرت أوصل هذا الشيء في نفسي هذه الشخصية في نفسي عشان يختاروني ويحطوني في هذا الأصعب تكوني عضو لجل التحكيم أو الأصعب تكون عم بتم تقييم أعمالك والله الأثنين بس لا أنه أنا أقيم هذه مسؤولية مسؤولية علي أنا كنت آسية لا ما كنت قاسية أوكي ولا لينا صراحة كنت في النص حاولت أكون معتدر أنا بالعادة قاسية الصراحة لأنه أمشي مع مثل يبخت من بكاني وبكى الناس علي ولا اللي ضحكني وضحك الناس علي أوكي ما أحب أنا بالنسبة لي ما أحب أحد يقول لي إيه إيه حلو يسلكلي ويجاملني لأنه حستمر على فعل الغلط اللي أنا من يعارف أنه هو غلط حستمر على فعله بس لما أحد يقول لي لا أطوى ترى في عندك الشيء الفلاني صححي حسني طوري أنا حقدر أطور من نفسي فأنا نفس الشيء أمشي بنفس النهج مع الناس وعلى أفلامهم كان أين تن؟ كان يعني توقعي لنفسي إن شاء الله السنة الجاية أكون موجودة فيه بعشرين تلاتين ممكن نشوف كان في المملكة كل شيء جايز خيال؟ ومع الحراك السريع هذا أمليكي أيوه خيال أو مع بعض الخيال؟ هذا الشيء يصير؟ لا مو خيال أبدا نحن بأرض ما بعض الخيال صحيح صحيح لسه بقولك تخيل أكثر تخيل أكثر نعم مع السعودية تخيل أكثر لفتني لفتني صحافة بعض الصحافة العالمية هالسنة بكان لفتني لفتني عنوان بيقول The Cannes Film Festival is dominated by ساودي أكترز and Arab designers هايدي صحافة بالعالم عم بيكتبوا هذا الكلام إنه مهرجين كان لهالسنة كان مسيطرين عليه الممثلين السعوديين والمصممين العرب هذا لسه البداية هذا هذا نقطة في بحر كنت قادرة تحلم قبل الرؤية كنت قادرة تحلم أي كنت قادرة تحلم أو الرؤية خلتك خلت الناس تقدر تحلم لا في الحلم موجود ولكن الرؤية قوت الحلم هذا يس شجعته أكثر يعني بدل ما أنا كنت مثلا متوقعة إن شاء الله تحقيق هذا الحلم بنسبة 50% أوكي لا بعد الرؤية صار نسبة تحقيق الأحلام هذه 95% عرفت يعني زي ما قلت لك أنت حلو أنه تحس أنه أنت أنه أنت قاعد تدابك أو تجري لشيء اللي أنت تبغى ومعاك أحد قاعد يدفك يعني ما تكون لحالة غير لما أحد قاعد يدفك أحلى الشعور ومطمئن أكثر عم نحكي عن السينما شريط حياة أضوى فهد كتب حياتي يعني الله يرحمك يا بابا كان يغنيها دائما أيوة شريط حياتك كيف تحكمي على قصة حياتك لو ما كل اللي صار في حياتي ما كان صرت هذه الشخصية القوية بكل الوعي والنضوجة اللي فيها بالأبس والداونز تستهل تتصور أحس إيه بس في تفاصيل يعني يعني ما حس المفروض تطلع خبايا ليش ما بتطلع عيون في أشياء أحب احتفظ فيها لنفسي لأنك لأنك إنسانة معروفة لا شو يعني كل واحد له أغلاطه عرفت اللي ما يبغى أحد يعرفها هذا شي الشي الثاني إنه حتى لو عندي شيء أشياء سلبية ومو كل سلبي كمان يطلع للناس برضي احتفظ فيه لنفسي بيستحق جائزة من هو فيلم أسط حياتك بس جائزة إيش جائزة لجنة تحكيم ليش رهيب من كل النواحي رغوص فيها رح أغوص فيها يا رطيف طب اسألني رح أغوص رح أغوص فيها رح بلش معيك قبل الأفلام وقبل السينما أضوى فهد عارضت الأزياء بيئة أضوى المنفتحة خلتها تمتهم هذه المهنة أو الانفتاح اللي عم بيصير داخل السعودية سهل على أضوى فهد هذه الفتاة أنه تخود عارض الأزياء لا زي ما قلت المنفتحة باعتدال هي خلتني شو يعني أعتدال يعني بدون تطرف شو يعني 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 في خوف من أنه الوحد يروح مع التيار وأنا مع الوالد لما حاولت لما جيت أو أدخل هذا المجال قعد سنة أتحايل عليه عشان أدخل هذا المجال شو ألتي له قعد زي الزنانة يعني أنه هو كان خايف يعني كان شايف حوالينه مثلا أمثلة زي ما قلنا متطرفة شوية من ناحية الانفتاح فهو كان خايف أنه أنا أنجرف وراء هذا التيار بس كنت قاعدة أطمن أنه ترى أنت إن شاء الله أنك ربيت كويس ما في خوف يعني ما في شي أنا مني إنسانة متمردة أبغى أسوي أشياء معينة أو أبغى أطلع جانب مخفي أو مكبوتة لا سمح الله بس ليش بك تعمل عرض الأسياء كنت أحب عرض الأسياء وكان حلو يعني هذا كل وقت كان فيه تشجيع كمان من صاحبتي يعني أنا برضو بديت بالتدريج ما كان فيه تخطيط أنا لوين حوصل يعني هو كان ميك أب حتى ما كان إنه والله ملابس ولا شي زي كذا كان ميك أب وشوي شوي لما لما نحفت يعني بدي يعجبني الموضوع أكثر إنه ليش لا مثلا ملابس مجوهرات أشياء أكثر فكان حلو ممتع الموضوع فعشان كذا كمالت يعني بلاش أنا أعطيهم بالميك أب وبعد الميك أب أهلي يجوا بالتدريج خذها مني أنا عارفتهم كويس نصيح هيك تنصحي تنصحي اليوم البنات إذا بجانعوا أهلهم بأفكار قد تكون تقدمية أو أفكار جريئة نوعا ما شبت نصحك الصبيعي اليوم إذا كل واحد أدرب طبيعة أهله كيف وتفكيرهم بس دايما التدريج والطمأنة أنك تطمن الشخص اللي قدامك أفضل شيء ما هو سهل فيك برياء يطلع أحيانا بس بس خلص إذا ما في إلا هذه الطريقة طبعا عرض الأزياء لمصممين سعوديين أيوة ممكن المصمم السعودي والعارضة السعودية يوصلوا إلى العالمية المصمم وصل يحيى البشري يحيى البشري من الأسماء الكبيرة شو مفهوم العالمية اليوم شو مفهوم أن وصلنا إلى العالمية أعتقد أنه معناته كل العالم تعرف وتسمع عن هذا المصمم أو عن هذه العارضة أو هذه الممثلة تكون معروفة لدى الكل مين العارضات السعوديات اليوم اللي بتقولي أنه وصلوا إلى العالمية عارضات ما أعرف مودر روز آه مودر روز صح صح سوري ما كان يحضر مخي صح مودر روز أميرة زهير لا ما أعرف ما يعني ما أعرف عم تهرد كانت لبرادا والأرماني لمركات عالمية في فرنسا فيه أعتقد أنه فيه أسامي بس جهلي فيهم بس هو اللي تصميم الأزياء غير يحية البشري فيه أرو العماري أتوقع فيه كذا اسم برضو ترى ما يحضر مخي يعني ما مني حفظتهم كلهم بس فيه كثير محمد آشي محمد آشي صح تعرفي يس يس هذا كنت يعني كان واحد من الناس اللي أبغى ألبس منهم وإن شاء الله ألبس منهم قريب لبست مؤخرا عم بتتابع أخبار الأردن دبا أكتر أنا ما أتكلم عن ناس تكلم عني أنا زماني وكت تجراحني ليش تستخدمي على كان يعني هي زي ما قلت ركي أحس أنها يعني ألطف تعبير يعني لأ سوري مش ألطف تعبير ألطف تعبير عادي ألطف من كلمة مدينة أيوك إذا بدي أسألك بوقتها أسألك أحكي مالك بوقت اللي كانت أضوى تعاني من الوزن الزائد عدم ثقة في النفس تدري مع أنه مع أنه في أوقات أحسني وأنا لما كنت دبه كان ثقتي مليون أكثر من لما نحفت يعني في أحيان في أحيانا كان ثقتي في نفسي في هذاك الوقت أكثر من بعض أحيان وأنا رشيقة على قولته بس ليش قلت أول شي عدم ثقة بالنفس لأنه أش سموها الأكثر أغلبية الوقت كان فيه مثلا لما أجي أسوي أشياء لما أجي ألبس لما أجي أطلع لما أجي كذا في عدم ثقة في النفس عرضت ويكون يعني يرتفع ارتفع أحيانا أي عناصر بتخلي الشخص أنت عم بتقول يكون عنده سئة بنفسه ولكن نفس الوقت بيليك أنا ما عنده سئة بنفسي شو العناصر اللي بيخلي هذه الثقة بالنفس محزوزة هي ترى بعضها مواقف لحظية زي ما نرجع نقول العقل وتركيبته يعني مثلا لبس معين أنا مرة أبغى ألبسه مرة أبغى ألبسه بس هو ينفع للرشيقين أكثر بس أنا حلبسه حتى وأنا فاهم في هذا الجسم فلما ألبسه ما يطلع حلو علي بس أنا أبغى ألبسه رغبتي أقوى من كنت تلبسي أيوه فبالتالي لكن كنت عندك سئة بنفسك ألبسه أنا مع نفسي كذا الحالي أحس أنه واو بس لما أطلع مثلا والنظرات اللي هو طالع لأنه فيه في الأساس عدم ثقة فعرفت يعني مهما حاولت لما تحاول أحيانا تجمل هذا الشيء من وجهة نظرك وتحس أنه أنا خلاص كذا فعفجأة تطلع وتلاقي النظرات اللي هو أو فيه نظرات غريبة يرجع له آه لا أنا غلط أنا ما غلط يعني عرفت هنا الثقة في النفس اللي هو آه لا شكله مو حلو علي شكله مدر إيش بس لو أنا واثقة من البداية والله ألبسه ومو مهم عندي رأي أي أحد بس هو عشان فيه مشاكل في الثقة من البداية حاولت أنا أرجع هذه المشكلة بس ما ضبطت شو كانت العقبات لتواجه بأمرأة بدينة آه بالنسبة لها اللبس اللبس لما يكون فيه أشياء معينة أنا أبغل بسها بس ما تليق علي ما تنفع علي طلعني مثلا شكلي عريض أكثر أو شكلي متين أكثر كنت تشوفي حالك حلوة؟ أحيانا إيو بصراحة أحيانا أشوف نفسي حلوة أحيانا أشوف نفسي لا ويلي بيقلك الأساس هو جمال الروح مش جمال الجسد بتوافق؟ أو كليشيات؟ لا شوف جمال الروح إلا ما ينعكس سواء الأنثى نحيفة أو معتدلة أو سمينة فعلا فيه جمال الروح لأنه فيه ناس رشيقين وجميلين وجها بس تيجي تقعد معاه وفي قيل طينا الروح سيئة جدا يروح كل الجمال اللي أنت شايفه من بعيد بس أنت كنت تكوني حلوة عم بتقولي وتتعرض للتنمر من الناس وأنت جميلة الروح بتشوف حالك جميلك أنت أيضا ولكن تعرض للتنمر من قبل الناس لكان جمال الروح ما كان يخلى الناس يطلع فيك بطريقة إيجابية بعض الناس ولكل يعني هي كمان ترى نسبية هي مشكلة نسبية يعني في ناس دبدوبة بس متصالحة مع نفسها جدا واثقة من نفسها فهي مشكلة نسبية تعتمد على الشخص هل هو عاجبه جسمه أو شكله أو معاجبه فهمت؟ إذا أنا متصالحة مع نفسي ومع شكلي وأشوف نفسي جميلة حتى لو أنا فعليا كمقاييس جمال مني حلوة بس أنا متصالحة مع هذا كله فأنا هشوف نفسي أجمل وحدة وأجمل جسم لو إيش ما لبست بس أنا وفي ناس على فكرة العكس رشيقة جدا بس تشوف نفسها مو حلوة وجميلة تشوف نفسها مو حلوة ولا جميلة ولا الجسمها حلو ولا أي شي تلبس ويليق عليها لا أم طلعلي لا أم عاملي لا أم أدري إيش مع أنه أنت تيجي تشوفها من بره تقولي حرم عليك يا يا بنتي جسمك حلو اللبس عليك ما شاء الله يزهى وهي تقولك لا 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 ما أحس فهي مشكلة ترجع للشخص نفسه كيف يشوف نفسه أنت كيف ينشوفي حالك؟ أنت ما كنت متصالحة مع نفسك بهذه الفترة؟ لا ليش؟ لأنه أنا كنت أشوف المقاييس الجمال عندي الجسم يكون رشيق من وين جبت هاها؟ من وين جبت هذه المقاييس الجمال اللي بالنسبة إليك؟ الجمال هو الجسم الرشيق من وين؟ ماما ماما كان دايما بالنسبة لها انحفوا حرم عليكم انحفوا جسمكم صحتكم هيدا كلام فادك أو كلام ضرك؟ فادني في أوقات ضرني في أوقات وين ضرك هالكلام؟ في المراهقة شفت في العمر اللي تكبر فيه طبعا غير أنه المراهقة مشكلة أنت ما تعرف كيف تدخل للشخص أوكي؟ ولكن العمر هذا كريتكل عرفت فيه أي كلام فيه ينقال تتحسس منه يا أنه يخليك تصير شرح في الأكل يعقدك أو أنه يخليك مثلا أوكي واعي إذا أنت في مرحلة وعي عالية أنه هي قاعد تنصحني أو تبغى مصلحتي فخليني أفكر في الموضوع وأصير آكل بصحة أو كذا لما كانت لك هيك والدتك كيف كانت أضواء المراهقة تتصرف؟ كانت تروح على الشراها أكتر؟ أو كانت تحاول تنتبه؟ شراها شراها أكتر؟ معناته كلامها ما كان ما كان يفيد إيجابي بالنسبة لي ما أخدته على المحمل إيجابي شو أكتر كلمة قالت لك إيها الوالدة وبعدها لليوم معلمة فيك وأثرت سلباً هي وأضوعاً تكبر لا ما أتذكر ما في كلمة جرحتك من الوالدة خلتك هي فعلاً تكون دايماً تقولي لأنهم كتير الأهل بيحكوا لأولادهم بيقولولهم وقف أكل ضعاف ما شايف حالة كيمكن من مصلحة الأهل بيشوفوه عم بيحكوا هذا الكلام لمصلحة ابنهم ولكن بيكونوا عليها تدعيات سلبية هذا الكلام مثل ما أنت عشت هيدا الشي لا أنا ما أتذكر لها شيء معين بس هي مسألة الأكل إلى يومك طيب بدي أسألك لما كنت عم تكبر وصرت مراهقة صرت تشوفي الجمال كمان في جمال معلب على موقع التواصل الاجتماعي المرأة الجميلة هي المرأة اللي عندها هذه المقاييس ليش ما كنت تشوفي المرأة الممتلئة أيضاً هي امرأة جميلة مرأة ممتلئة كانت امرأة جميلة وكثير من النساء كانوا ممتلئات وكانوا فعلاً رمز الجمال الأنتوي ما كان عندي هذا الوعي ما كان عندي بالنسبة إليك المرأة الجميلة هي المرأة الرشيقة من العقبات اللي بتوجه الشخص اللي عنده وزن زائد هن بالمجتمع مثل ما قلت التنمر ولكن ايضا على الشئ الوظيفة يمكن ما يقدروا يتوظفوا بالوظيفة اللي هن بدونيها لانه الشكل قد يلعب دور بالسوق العمل انت كنت عم تشتغلي بوقتها بنسبة قليلة جدا وليس كثير انت كنت عم تشتغلي وقتها بوظيفة الحلم وظيفة بتحلم فيها او كانت وظيفة فقط لا وظيفة وظيفة فقط الحلم اللي هو لما صرت ممثلة هذا الحلم بس اول لا وظيفة عادية كنت عم تقول انت شخص منه متصالح مع نفسه منه متصالح 100% مع الكيلوغرامات الزائدة ليش ما قدرت تتقبل هذا الواقع خلص لانه انت لما تكون شايف شيء معين ما يعني ما تقدر تقبل غيره ما تقدر تقبل غيره الين توصلوا اذا وصلت اوكي حتصير كويس حتصير راضي حتبدأ تكتشف كلكيع ثانية اكثر انه هل مشكلتك بس في الجسم المعتدل او الرشيق ولا في اشياء ثانية مصاحبة ويلا عاد نبدأ نحلها ونشوف نوصلها ولا لا والوعي انه اوكي خلاص انا وصلت انا متصالحة مع نفسي انا احب نفسي سواء بهذا الجسم او هذا الجسم او ايش ما يكون تفكيري او 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 فما يعني يعني ترى نعمة من ربي ان الواحد يوصل مستوى وعي عالي ومدرك لكل المشاكل اللي عنده بهذه المرحلة من حياتي كنت كتير عم تقرأ ايضا وكنت قارئة قارئة كتب كتير الكتب اللي بتقرأة عن التفكير الايجابي ما ساعدوك تتقبل حالك اضوى المرأة الممتلئة الفتاة الممتلئة لا ليش لا ساعدني الاقي الحل في المشكلة اللي انا قاعدة عاني منها وهي للسمنة ان انا اروح اصوي عملية صراحة افضل اختراف في العالم ابدا ما اقدر تتقبل نفسك لا بعد كذا بعد كذا بعد كذا وصلت لمرحلة السلام الداخلي لان السلام الداخلي انك توصله او المصالحة مع النفس ما هي مجرد موضوع واحد مش بس والله او ما هو بالسهولة المتوقعة في يومين انا حتصالح مع نفسي لا هو محتاج هو محتاج سنين زي ما سنين من حياتي انا عشتها على هذا المبدأ اوكي فانا محتاجة كمان سنين عشان اعالج هذا المبدأ او المنطلق اللحظة اللي طلعت فيها من عملية التكمين كيف تتذكرية اليوم بالله كنت عيدة جدا كنت عيدة وكنت مستنية ايش اللي بعد كذا حيصير وفعلا يعني خلال سنة نزلت مرة يعني قريب الوزن اللي انا ابغى وثقتي صغرت مليونين في نفسي اللي هو صار في عدم توازن شفت عدم ثقة بعدين صار ثقة اوبر فصرت يعني صار في انا صرت اجرح الناس وسمعتها من من اختي حتى قالتلي تراكي صرتي اوبر حتى ما تهتمي بمشاعر اللي حولك فاخذني كمان كم شهر الين اتوازن شو يعني ثقة اوبر شو يعني هي منها ثقة اوبر حسب ما انت عم بتقولي ومش ثقة اوبر هي نوع من لم اهلا لما نحفت لما نحفت مرة ايه ايه وصرت واقع اللي هو شفيكي انت ايش هذا اللبس الخايس عارتو هي مثلا تكون مليانة شوي لا لا لما تعرف تلبسي شو في عارت شو في انا على اساس انه انا ال البرفكت موديل الحين عرفت فصار في كذا شوي يعني من شخص عم بيتعرض للتنمر الى شخص عم بيتنمر عن الناس بده جرأة احس اني اني عماني هذا الجسم اللي انا احلم فيه عماني عرفت يلين اقولك بعدها لما قالتلي هذه الكلمة اللي هو استوعبت بديت اتوازن شو استوعبتي حجم الضرر اللي كنت عم بت ايوه انه انا كنت احس بهذا الاحساس انا كنت احس لما احد يعلق اقوم انا الحين اسوي هذا مو طبيعتي هذا مو انا بس كنتي بدك تنتقمي يعني كنتي انت وعم بتكوني عم بتتصرفي بهذا الطريقة مع الناس كنتي بدك تنتقمي من كل شخص استنمر عليك بالماضي ما ادري والله يعني ما كان مقصود هو قلتلك مع عنفوان النحف والرشاقة صرت اتكلم بثقة وكأني صاحبة اجمل جسم في العالم عرفت بثقة عمياء تمنعني من تقدير مشاعر الاخرين فما ادري ما اعرف غرور يعني ايوه شايفة نفسك اعتباهة بالجسمي الحالي قديش اخد معك وقت كرميل تتصالح مع نفسك اول شي تتصالح مع نفسك انت على السعيد الجسدي تاني شي تتصالح مع النفس كرميل ترجع تدوزني هذا الغرور يلي اصاب اضواء هو من بعد ما جتني كلمة يعني لو ما كان جتني الكلمة ما ادري ايش كان جاء موقف بعدها يرجعني لصوابي شو الكلمة بالضبط شو هي الكلمة هي اختي ما ادري ايش علقت عليها او على احد قالت لي تراكي صايرة بجيحة ما تقدري مشاعر اللي قدامك وتعطي الكلمة وتمشي تضايقيهم وتمشي فالله هو وقتها استوعبت انه انه هذه مو طبيعتي هذا مو انا ولا هدفي اجرح الناس بس لعله اخذتني اخذني يعني الثقة بالنفس الزايدة وبعدها استوعبت ورجعت يعني بديت اتوازن بديت اشوف تصرفاتي الاحظ نفسي الاحظ كلامي احاول اوزنها قبل لا اطلع الكلام وفترة التصالح مع الجسد قديش اخذ وقت من فتاة بدينة الى فتاة رشيقة تتقبل الجسم الجديد الجسم الجديد ايه يعني اخذ معك اتوازن لا عم بحكي جسمك تتقبل انك انت خلص على طول تغري على طول محيتي اضوال الماضية اوف ايوا ايوا اقولك صرت ناسية شكلي وانا دبدوبة كيف كنت ناسية كيف كنت والله ما شاء الله يعني خدود عرضت خدود وجه خشم كان غاطس يعني اكتشفت ليش الناس تقول لي تسويتي شيء في خشمك كل عام لا بس بانت ملامحي بتشوفي بتشوفي اضوال قديمة بتشوفي الصور لا ابدا انا كنت ماصحة الصور اللي عندي في اللابتوب ايوا ليش ما بديك تذكري ابدا اضوال قديمة لا مش اني ما بغتذكر كذا بس لما تمحي لما تمحي اقصى درجات اقصى درجات انه خلص مش انه تركيها بس انه ايوا خلص يعني يعني عديت خلص ما بتحب تتذكري ايها مش ما حبت ذكرها لا 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 بالعكس ما بتحبيها بس انه زي ما قلت لك مثلا انتي صريحة انتي اكتر من هيك صراحة اليوم ايوا يعني شخص يحكي عن عن الغرور اللي بيقطع فيه يعني تحيي لك اضواء انا ما توقعت فعلا حدا مثلك يحكي بهذه الشفيفية عن مرحلة الغرور اللي بيوصلها الانسان وكيف فعلا بدرت ترجع ترك الجي وهون بفهم من كلامك ايضا انتي كمان ما بتحب تتذكري لهذه الأضواء ايه يعني ايوا ترى اي لين قبل فترة بسيطة اللي اللي ها صالحت شوية مع نفسي مع أضواء دبدوبة وين أضواء دبدوبة ترى لسه امسك وتقلب في الصور اقريبا بعدين بس والله طالعت في نفسي قلت والله اني كنت فاشن يا بنت والله اني كنت فاشن وين الصورة هاي دي ممحتي لا يعني انا عندي هارد هارد دسك كيديم صار له اكثر من 11 سنة فطلعت وشفت طلعت الصور اي رائيك والله كنت فاشن طيب بلا كنت اعمل غرة كده بقى وحركات طيب فينو شفوه الناس هاي لأول مرة هاي دي أول مرة بتفرجي صورتك على العلام طيب انتي كيف بتشوفي حالك هلأ لو هلأ بتشوفي حالك انت وانت وانت من زماني والله اقولك لما شفته قلت يعني لا انا ليش كنت مرة كارها نفسي اه ليش هيدا السؤال ليش كنت كارها نفسي لما اليوم شفتي انت شفتي هذه الصورة شفتي كيف كنت ليش الانساني بكره نفسه بلاحظات ولما بيرجع بشوف حاله بقول زي ما قلنا مقاييس الجمال فمخي وقتها كيف كانت عشان كده ما كنت قابلة نفسي وانا تبدوبه بس والله اني كيوت بس والله اني كذكوتة والله يعني اقدر اقولي الحين ما ادري بس شف هل هذا يعتبر تصالح مع نفسي هذه ولا لا لانه تقولي ارجع مثلا الاسمان زي كده اقولك لا ابدا لأسباب صحية او لأسباب خاصة بالتصالح مع النفس والجمال الاثنين الاثنين انا احب اكون رشيقة شيء والشيء الثاني اه قاعدة احاول اوصل لي لايفستايل صحي هيدا اول مرة بتنحف هيك لا نزلت وقت تعبي نحفت وقت تعبي وقت مرضي بس بس كنت دايما اسوي دايت دايما يعني ضاعت فلوسنا على دايت سنتر ودايت health watchers وكل هذول وقت مرضك اديش كان عمرك 19 تقريبا كيف عرفتي وقتا بالصدفة كنت هنا قاعدة كذا اللعب لقيت كورة كان عندي موعد اصلا مع الدكتورة حولتني مع دكتورة رغدد الصماء حولتني على طول على الاورام انتي اول شي عم تحطي ايديك شفتي انه في ورم اول ردت فعل شو قلت اول شي اه في كورة ماما شوفي شافتك خريب شاذة بس بس ورحنا الموعد رحت للدكتور قل لي التهاب في الغدد المفاوية سفى هنا كلامه وكان عندي بعدها بيوم موعد الغدد الصماء فشافتها على طول حولتني على البيوبسي وبالابرة اخذوا قالوا اذا في شي حنكلمك على طول يكلموني قالوا لازم عملية ناخذ خزعة كاملة وعلى طول نوموني واخذوا خزعة وعلى طول من بعدها لما يعني قالوا لي انه خلايا غير طبيعية انا ما فهمت يعني اش خلايا غير طبيعية ولا ماما يعني ما كنا شايفينه بهذا الحجم بعدين قالوا انه هو كانسر وكذا وانه لازم كيمو كنت يعني كنت لسه مش مستوعبة الين وصلت رابع جلسة كيمو وقتها استوعبت لانه بديت اتعب وبيت اشوف ان الناس من حول اللي جاي تاخذ كيمو كمان كيف خايفة وكيف متألمة كلمة سرطان اللحظة اللي هم بيعانونك فيها الخبر كيف تتذكر يا اليوم زي ما كنت لك كنت عادي ما كنت مستوعبة تعرف الصدمة وين لما خلصت الكيمو 12 جلسة وخلص عساسيني صرت كويسة وعملت الشيكوب بعدها بتقريبا خمسة ستة شهور ووقتها قال لي الدكتور انه الرجع وقتها انا جاتني صدمة لانه خلص انا اعرف ايش يعني كانسر ايش الغدد او الخلايا غير طبيعية سوري وهذا الاشياء والتعب الجسدي اللي انا مرد فيه بعد قديش من الشفاء قال لك رجع تقريبا خمسة لا سوري ممكن سبعة شهور سبعة وثمانية شهور حج زي كده يعني احنا تأخرنا كان فيه جدال وديبيت انه كملي باقي اربع جلسات هذه احتياطية لازم اخذها وانا كنت ما ابغى وقعد تعاند فقضينا كم شهر فكان عدة يعني مفروض اول شيكاب يصير بعد ثلاثة شهور من اخر جلسة كيماوي بس عدة وقت الين وصلنا ثمانية شهور كان خمسة شهور جدال واشياء زي كذا انا كنت مرة معندة بعدين ثلاثة شهور عملنا الشيكاب فصار كل التوتل اتوقع سبعة ثمانية شهور من بعد اخر جلسة كيماوي لما قالك رجع انا وقتها انصدمت وقتها صارت عيني بس كذا دموع 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 وساكت ومن بعدها صرت انسى كل شي صار في يومي قبل هو اللحظات خوف من شو تحديدا بيكون خوف من الوجع خوف من الموت خوف مشاعر الاهل خوف من المجهول خوف من المرض يعني شو اللي بيجتمع بهذه اللحظات بعد الانسان خوف من المجهول خوف من الالم والتعب النفسي والجسدي وايش البروسيس اللي حنا اخذها انا قريدي اخذ كيماوي ايش حيصير الحين عملية كيماوي ثاني حقدر اعدي ما حقدر اعدي المصير وان رايح خليل علاج اصعب اللحظات الالم الجسدي او الالم النفسي الاثنين خليل نقول لا ممكن النفسي اكثر الانتظار الانتظار مستني اللحظة اللي انا اطلع فيها من المستشفى اللحظة اللي انا اقدر اقعد فيها مع اهلي بشكل طبيعي احضن امي احس باحتواء فيه عائلة متكونة في عقلي نصحة يلا ننام يلا نصحة يلا نشيل كان مشبوك فيني دايما البرمكاث او البيكلاين ما ادري واحد فيهم لو الليات اللي مشبوكة فيني طول وقت فكان لازم اشيلها عشان اقدر انسدح اليمين او على اليسار لان ممكن اضغط عليها توقف الدوة تسحب لي حاجة زيك تسحبوا من هنا تعورني فيلا نشيلوا يلا نعدل جلستنا يلا نعدل نومتنا فانتذكرهم كانوا على الارض كلهم على الارض انتظار عم تقول لحظات الانتظار هو اصحب شيل الالم النفسي انتظار شو تحديدا انه هذا كله يخلص بلحظات الانسان بهيك لحظات ضعف ولحظات وجع ولحظات علاج صعب وقلم نفسي وقلم جسدي بينطر الموت حسب انت اش مستني وصلت للمرحلة انك لا انا ما كنت انا كنت في مرحلة تسليم يعني حمود اوكي هكمل مع اهلي اوكي هعيش اوكي بس يلا ايش هو ايش ما يكون يلا ابقى عرف يلا نخلص اللي احنا فيه يلا خلاص ما عد ابغى كمه وعلاجه يلا خلاص ابغى مناعتي ترتفع عشان اطلع من المستشفى او يلا خلاص ابغى او يلا خلاص اموت فينا الواحد يحسها باختلاف الظروف اللي مر فيها اكاد اكون كفرت ذاك الوقت ولكن زي ما قلنا كله خير من رب العالمين او كله خير لانه المشاعر اللي مريت فيها خلتني ارجع عيد حسابات في الايمان كامل بالله وبقضاء الله وقدره وبعلاقتي اصلا مع ربي مش بس فهذا كيف المرض لعب هذا الدور كيف المرض هو نفسه المرض الذي زعزع لك الايمان هو المرض نفسه يرجع اولك الايمان برب العالمين لانه لما كنت في اقصى درجات يعني صغف الله مثلا الكفر كنت زعلانة من ربي زعلانة بس كنت تتكلم معه فهذا كون شو كنت تقليله يعني اكثر سؤال معروف ليش ليش انا ليش انا من بدي الناس قعتوا فيني كذا حرفت اي جواب كان يجيكي الجواب يجي بعد ما خلصت بلحظات اسئلة من دون اشوبة ما كان في اجوبة ابدا جريء كلامك اليوم هذا الحقيقة هذا الحقيقة عشان كذا بقولك احنا ما بنواجه نفسنا بهذا الكلام بس بس هو كله طبيعي كله حقيقي وهذه يعني انا كل ما افكر هذه مشاعر ربي خلقها فينا لو ربي ما يبغى نفكر بهذا الاسلوب ما كان خلق هذا الشي فينا ما خفت من هذه الافكار الا بعد ما طلعت من المستشفى وصرت كويسة ما كنت اقول هذا الشي للناس لانه اكيد اول شي حنجال لحتى من اهلي استغفر الله كيف تفكري كذا كيف تقول كذا استغفر الله ما ينفع تسألي ليش اليوم عم تحكي بهذه الصراحة وهذه الشفافية فيك ما تحكي هالكلام ابدا تقولي انا بالعكس خلال المرض كان ايماني جيد واماني هو اللي ساعدني على تخطي هذه المحنة والامان لعي دور الاساسي ليش اليوم قررت تكون هالقات صريحة وهالقات كلامك صادم وصريح وممكن هذا الكلام كلام شريب بمجتمعات عربية الدين يلعب دور الاساسي والاماني يلعب دور الاساسي بحياتنا لأنه هذا مو شي عيب بالعكس يعني يعني هذا الشي يخليك ترجع تفكر في أمور حياتك يعني ربي ما سوى كذا ما اختارني وما عمل فيني كذا إلا عشان يبغاني أقرب له أكثر يبغاني أفكر في هذه الأشياء ربي معانا ربي قريب يبغانا يعني أنا ما لي دخل في الناس أنا أتكلم عن نفسي أنا وأنه ليش أشوف هذا الموضوع عادي لأنه بالعكس المفروض نحن نفكر كذا ما تكلمي ما تسألي لا بالعكس طب أنا أمي لما يصير في شي ليه أروح أتناقش معاها وأقعد معاها وأقول لها فهميني طب أنت ربيتيني على كذا ليش الحين قاعدة تقولي لا لا تسوي كذا هذا هذا صحي طب الزوج والزوجة كيف هيعرفوا مشاكلهم سوا كيف كيف هيتغلبوا عليها إذا ما قاعدوا وقاعدوا بكل شفافية مع بعض عشان أنت سويت فيني كذا وأنا ما يعجبني أنت سويت فيني كذا وما يعجبني نفس الشي أنا مع أمي أنا مع أبوي طب كيف يراعوا شعوري وكيف يعرفوا اللي ضايقني وأنا أعرف اللي مضايقهم مو عشان هم أمي ولا أبوي بس بالفطرة فأنا لازم لا أنا شخص أنا شخص إنسان مشاعر هم ربوني على أشياء معينة بس لما تكبري أوكي أو لما يجيكي أحد ردي عليه طب لما الأحد هذا يكون أمي إيش أسوي أسكت طب أنت ربيتيني على هذا الشيء ناقشيني بس نحن كبرنا أيضا في موضع ممنوع أن ناقش فيها مو المفروض ما أنا بقول لك مو المفروض أنا من وجهة نظري ما أشوف إنه هذا الطبيعي بالعكس أنت أشوف الأطفال اللي تحاورهم أنا شفت قدامي أمثلة الأطفال اللي تحاورهم منهما صغار وتقول لهم هذا ليش وهذا إيش وتشرح لهم صحيين أكثر من الناس اللي لأ هذا ما ينفع هذا حرام هذا بس كذا هذا ما له أسئلة أما له أجوبة هذول فيهم كلكيع اللي هو كبروا على المجتمع ومش المجتمع سوري الموانع اللأ اللي لا يجوز بعدين يكبروا يلاكوا الحياة شي ثاني لا ونسبة كبيرة مننا كذا فهذا نفس الشي مع ربي ربي علاقة بيني وبينه المفروض يكون فيها انفتاح يكون فيها كلام يكون فيها هذا ربي هذا أقرب شخص سوري 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 أقرب أحد لي هذا هو اللي سواني هو اللي يسري في عروقي هو اللي كاتب حياتي طب أنا لما أزعل أقول يا رب أنا لما أفرح أقول الحمدلله هو جريب زي ما احنا شايفين فيزيك لي انه أمي جريبة أو أختي جريبة هو جريب بس مني شايفته طب اشرح لي إيش هو تعريف الإيمان أو الإحسان أو الإسلام شو هو الإيمان يعني أنا ما أتذكر بالضغط بس اللي هو فيه إنه إيش أنك تعبد الله وكأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك هذه يعني ما أتذكر هي أي وحدة فيهم أنت عارفين الإيمان شو بالنسبة إليك إنه أنا أنا أجي ربي وأحس في وأتكلم معه كما لو كان أمي أو أختي بس أنا مني شايفته أنا مني شايفته جسدي قدامي أو فيزيكلي قدامي ولكني حسته الإيمان حاجة للإنسان كرمال يتخطى مصاعب الحياة نعم والإنسان الغير مؤمن ما أعرف إيش إيش هو متخذ لنفسه منفذ أو منفس يرتاح فيه بدي أرجع على لحظات الصراع مع المرض المراهقة يلي كان عنده مشكل بالصورة الجمال بالصورة عن حالة التصالح مع الزيت كيف هذا المرض ضرب هذه المراهقة يلي هي بمرحلة كتير دقيقة من حياتها كيف ضرب السرطان يعني كيف أثر على نفسيتي على كل شيء أنت مراهقة اليوم أنت بديك تكون حلوة بديك تكون صبية بديك تكون وإيش أفرد مرة السرطان يعني والله صادق نحفت زي ما قلت لك أنا وقت المرض نحفت فالهو استغفر الله شوي أسعدني هذا الشيء أن نحفني عرفت وأتذكر كان في بين كيمو وكيمو كان فيه سبعين كانت نفسيتي مرتين أو أبغى سافر فسافرت ولبست باروكا بوي فتخل أنه كان كنت واثقة من نفسي أوكي صح ما كان فيه رموش ما كان فيه حواجب خفيفة بس كنت حت ميكوب التصالح مع النفس ليه خليك تلبسي باروكا لأنه طبيعي ما كان فيه شعر ما حطلع كذا ليش ما توقع أنه كنت متصالحة مع نفسي وقت بس بس يعني الطبيعي بوي ديفولت ما فيه شعر حال بس باروكا حشوف إش اللي ناسبني وهذه الشعر البوي كانت هي أكثر شي ناتشرل علي والبس وسافرت ومرة انبسط شو علمك المرض الصبر الصبر و وحب الحياة الخيرة الخيرة يعني عسى أن تكره شيء وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيء وهو شر لكم ترى والواحد على الفكرة بعد تجاربه يرجع يرجع لتفكير الطبيعي لو استغفر الله ليش لا أنا ما أبغى كذا بس أبغى كذا بس ترجع هذه التجارب تذكرك يعني لعله تجارب تكون أصغر من كذا شوية بس ترجع تذكرك أنه ربي يقول لك ترى لا تنسى خيرة أنا مخبي لك الأحسن أنا أجايب لك الأحسن لا تشيلهم دام أنا معاك ريح ريلاكس لحظة الشفاء لحظة الانتصار على المرض أعلان الانتصار على المرض هذه بيك كانت قمة السعادة في حياتي أصلا طلعتي من المستشفى هذا كل يوم كان أحلى يوم في حياتي تعرف لما تحسن أنه انكتب لي عمر جديد هعيشوا زي ما أنا أبغى حرة حرة أحقك كل شيء أبغى مليئة بالطاقة مليئة بتقدير الوقت تقدير الحياة تقدير الناس يعني حتى أذكرني كنت قاعدة طالع في الرصيف وإحنا قاعدين نمشي appreciating الرصيف كنت إلى هذه الدرجة وقعت طالع في الرصيف كنت الحمد لله أنا كنتشوف الرصيف أذكرها مرة كويس الأولويات كيف تغيرت؟ قبل المرض شو كان يكون أولويات أضوى وبعد المرض كيف اختلفت هذه الأولويات؟ قبل المرض اللي هو زي ما تيجي حياتي تيجي أنجزت ما أنجزت عندي أهداف بس يعني أحقكها؟ ما أحقكها مفارك أوكي أبغى نحاف بس عادي أم بشتغل بس عادي لا ما بسافر بس عادي لا بعدها اللي هو أبغى أسافر أبغى أشوف الحياة أبغى أنطلق أبغى أشتغل أبغى أحقق ذاتي أبغى أنجز أبغى أوصل لأهدافي وأحلامي أبغى أعيش مع الناس أبغى أحس فيهم ويحسوا فيني امتنان امتنان لكل حواليني الرجل في حياة أطوى بهالمرحلة اللي عم تقطع فيها قطعت عدة مراحل عبر عدة عدة مطبيت عدة استحقات وين كان الرجل بحياة أطوى الفتاة اللي عم تكبر ويلي عم تحاول تتصالح مع نفسه موجود الوالد موجود بابا موجود الرجل مين يعني عرف لي الحبيب عيب خطيبك احسن هيك احسن طيب ليش عيب ليش عيب ليش واحد بيستحمل مشاعره يعني حبيب عيب بس يعني خطيب اوكي نحكي على صدفاتي بديك نحكي عن الحبيب او عن الخطيب خطيب ليش انت المتحررة من كل هذي الأفكار انت المتحررة انت اللي شككتي انت اللي ليش باحت فيه تبويات معينة اذا التبوه هذا انا مقتنع فيه ما عندي مشكلة مقتنع فيه مقتنع انه شو يا لكن بتعمل عارض أزياء اللي شككت بي بلحظات معينة تزعزع إيمانا لأنه أتعد بتجارب صعبة ولكن يعني عقلة خطة الصورة النمطية اللي ممنوعة تسألها ليش ما يعني ما احنا هاك المجتمع المتقبل لفكرة الحبيب بس انت ببيئة منفتحك انت عم تقولي انت قلتين احنا ببيئة منفتحها نحنا كان هين علي نوعا ما انه اطرح على الوالد فكرة عرض الأزياء مش الانفتاح يلي كان عم بيسير على الأرض هو اللي خليك تحلمي هذا الحلم وتحقيق حلمك انت ببيئة منفتحك انت بالأساس نوعا ما يعني فكرة انه انا زي ما قلت لك اطلع في مثلا كمودل بحتى الملابس فيها بس سريعا جريعا تقولي انه بدي كوني تعملي مودل يعني جريعا اليوم بس مو انجرأ من لما اقول والله هاي this is my boyfriend اكيد لا عملك حبيب ممكن حبيب ولا حبيب بالمشاعر دقات القلب ممكن طيب الحبيب الحبيب الأوفيشل الرسمي اللي بيدخل من البيب العريض انا قصدي انا ما قصدي حبيب تحت الطاولة ايوه تكلم كده طيّم يا ذلك قل لي كده ايوه ايش فيه ايه انا ارتبط ايه طيب هيدي الامرأة اللي كان عندها اييغو عالىها هيدي المرأة اللي كانت ... كيف كانت عم تتحاطى مع الرجل الرسمي اللي يدخل لحياتة وف كان عندي مشاكل نفسية كثيرة ما كنت اقبل تسلط الرجل على يعني حتى تجربته سابقة زمان من اكثر من من عشر سنين تقريبا آم ما كنت راضية يعني أوكي انخطبنا كل حاجة بس لما مثلا ينقال لي لا لا تعملي كذا وسوي كذا لا مو على كيفك مو أنا اللي ينقال لي كذا ما كنت أقبل ما تحكم فيني يعني كان عندي مشاكل من هذا الموضوع ولكن نحن بمجتمعات يعني ما كنت خاضعة ما كنت المرأة الخاضعة أوكي وعشان زوجي حسكت المشكل كان بأضوة أو بالرجال يعني أضوة اللي كانت العلاقات كانت تنتهي وتفشل لأنه أضوة كانت المشكل أو مشكل كان من خطيبة الرجل أكيد أنهم عندهم مشاكل بس يعني خلينا نقول المشكلة المعضلة الأساسية مني أنا يعني أنا ما كنت أقبل زي ما قلت لك ما كنت أقبل أحد كلامه يجي كلامي قبل كلامي لا أنا ما لا أقنعني إذا ما إذا ما اقتنعت بوجهة نظرك وهي مجرد وجهات نظر أنا شريك ولست تابع فإذا ما قبلت الموضوع لا الرجل الشرقي يتقبل أن المرأة تكون شريكة كاملة معه يعني ما أعرف بالنسبة لك الرجل الشرقي بده المرأة القوية المستقلة المرأة اللي عندها كيانة المرأة اللي فعلا بده شريك بحياتها ما بده تكون تابعة بيقبلها الرجل الشرقي المتصالح مع نفسه أيوة يقبلها الرجل الشرقي الغير متصالح مع نفسه ما يقبلها بيشتهيها وما بيقترن فيها أيوة يشوفها ويتمنيها أيوة بس ما يعني شوف ترى نفس الشي العكس أنا أقول لك في مرحلة من زمان لما تطلع باب الحارة وما أدري إيش كنت أقول يا الله لو يجيني واحد كده يشكمني وين يشكمني يا من الحلال لما جاني واحد يعني لما مثلا من زمان اللي هو أول تجربة صارت مثلا وكذا ومثلا وين رايحة وين جاي قلت لا 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 وين وين كيف يعني وين رايحة وين جاي بعدين اللي هو لما الواحد يفكر طب باب الحارة فين يعني أنت كنت تبغي باب الحارة واحد كده يقول لك وين ولا صوته يجي من آخر شي وترتعش كده لا ما أبغى رتعش ولا أبغى صوت عالي بس كين بدك بفترة من حقيقة تكون الأمرأة الخاضعة مش أمرأة خاضعة كين بدك فترة أبغى رجال يكون قوي بس إنه ش يعني قوي زي ما قلت لك اللي كنا نشوفه في التلفزيون يعني يعني أنك تشوفه مش إنك تبغي تحصل عليه شو كنت تشوف تقولي بدي هذا النوع من الرجال أيوة كنت تشوف أقول لك باب الحارة لما مثلا يا مدرمين كده يناديح المبعيد وهي شوف العمي وتخاف كده تروح تركض لو عرفت اللي هو يعني كنا نقول ياخي شوفي رجال كيف رجال وين فلما صاروا مثلا اللي هو وين طالع وين جاية ومثلا بس هذا الرجل اللي عم تحكي عنه في صورة نمطية أيضا لهذا الرجل يلي بيستخدم العنف دجه المرأة يلي ممكن بيضربها يلي ممكن إيشت فترات كنت تقولي بدي هذا النوع لا أبدا أبدا كيف بديك فقط الرجل أيوة اللي قوي بس القوي يصرخ يعني مش يصرخ كده أنه تحس بهبته من بعيد طيب هيدا شو بيتناقض مع الرجل الشرقي المتفهم للمرأة زي ما قلتلك هي يعني هي أنت إيش تشوف وإيش تبغى أوكي واللي تحصل عليه أو يصير لك هل تقبله أو ما تقبله هل هو هذا اللي أنت بس تشوفه بس ما بغى يصير لي أوكي يعني لو هيبة مو معنى تيصرخ من بعيد بس أنا كيف ترجمتها ولكن أنا الحين تقول لي مثلا لو هيبته كيف يكون هو الرجل لما يكون حنون وحبيب ويسمع لي وأسمع له هو من نفسه لما يجي كده لو هيبته مو شرط لو هيبته أخاف منه لا يعني أنت الهيبة بالحنان إي يعني يعني بطلة الحلوة عرفت هيبة هذاك الوقت تختلف عن الحين أوكي بس اليوم الرجل الشرقي هو رجل بيعبر عن مشاعره قد يفهم خطأ الرجل إذا بيعبر عن مشاعره بيقال قد يقال هذا رجل ضعيف يعبر عن مشاعره الرجل لازم يكون مثل ما أنت عم تقول عن صورة نمطية لشوفنا هيدا الرجل يلي بتشوفيه بالمسلسلات والرجل يلي لا يشوف زمان غير الحين أنت بالنسبة لك الرجل عنده هيبة هو رجل حنون الرجل اللي يدخل عليك كده بطلة ابتسامة هذا حنون الحنون هو هو الرجل اللي عنده هيبة بالنسبة لك إيوة يعني هيبته حلوة وهو داخل ما قلت يخوفني زي ما قلت لك زمان كان إحساس هيبة خوف الحين لا هيبة أنه رجال أنه مسؤول زائد حنون اعتذرت من خطيبك أو اللي خطبتيهم بالسابق اعتذرت منهم أنه كيمكن الخطأ منك بنهاية العلاقة لا غلط غلط المرأة تعتذر لا مو غلط بس أنه يعني كسيناريوهات يعني ما كان مثلا هذا هذه فقط المشكلة اللي أنهت كل شي لا تجارب بس وتعلمت منها أضوى أكتوبر عشرين وعشرين بس كنت أصور يعني في الكويت كنت بالكويت كنت عم بتصوري وصدمة فاجعة كانت شو صار فجأة جاني اتصال إنه كلمتي بابتك اليوم رد عليكي لا ما في شي بس مو قاعد يرد البواب قاعد يدق عليه من الصباح مو قاعد يرد غريب كلمت عمتي كانت هناك ومن حسن الحظ إنه في نفس اليوم هي وصلت مصر و وقلت لها بليز اطلع على عند باب وهي كمان وصلها نفس الاتصال وكانت رايحة على عنده هي وولد عمتي فعلا راحوا البواب كان يديك على الباب يديك على جوال ويسمعوا من العصر ما يرد دخلت أشوف آخر ظهور البواب على الواتساب كان يمكن ثلاثة الفجر وإحنا كان هذا الكلام بالليل نفس اليوم بالليل 11 بالليل شو ألت أول شي نوبة سكر كريزة سكر لأنه كان عنده سكر والضغط يمكن طاح لأنه هو يمشي على ويلتشير وفي مرة طاح فيها على ورا فممكن أنه طاح وصقع راسه وأنا لسه كنت قبلها بيومين قاعدة أقول له بابا إيش رايك نجيب أحد يقعد معاك يعني خادمة بواب أي أحد يقعد معاك في البيت عشان يشوف أنت أشتباه كان يقول لي لا ما أبو أنا مرتاح المهم راحت عمتي أتصل عليها كم مرة ما ترد بعدين ردت قالت لي آه قالوا أنه لازم يجيبوا الدفاع المدني ما ينفع أنه هما من نفس يكسروا الباب وفعلا جاو الشرطة أو الدفاع المدني كسروا الباب ودخلوا كنت مع عمتي على الخط سمعت لأحول أقول ألا بالله حتى الظاهر انفتح الخط والغلط أو هي ردت والله ناسية ماني مستوعبات رد إيش صاحي لقيته طاح على الأرض ما حدي رد قفلت ورجعت اتصلت ردت علي قالت لي عمتي قالت لي أنه جاي الأسعاف حيشيكه عليه قلت لها يا حبيبتي ما أنت عنده روحي عند خشم وحط يدك في نفس ما في نفس لقيته على الأرض لقيته فين قلت لي لأ على السرير قلت طيب روحي شو فيه قلت لي خلاص خلاص يا أبا مدريش أكلمك ولد عمتي أخذ منها الجوال قالها خاص احنا شوي ونكلمك قال لي وقفل قلت يعني يا جماع أحدي فهمني أحدي فهمني إيش فيه واروح أكتب له واتساب بابا أنت تمام أنت صاحي ارسل لي إيش فيك إيش صار فيك بعدين اتصلت عليهم مرة ثانية وقالوا لي أنه توفى فأنا ما صدقت كنت أقول لعمتي روحي مرة ثانية شيكي يمكن فيه نفس خلي الأسعاف ينعشو يمكن بس كذا قطع النفس ورجع يمكن كان دايخ يمكن كان جاي لأنه بابا ما حيموت الحين لأنه مو المفروض أنه يموت الحين أنا لسه أبغى هو كان دائما يقول يعني أنا طول الله في عمري أنا الله يديم لي على رأسكم فكنت أقول مستحيل أخبر بابا ما يموت مش مش بس بابا مو المفروض أنه يموت أنا كنت لسه أبغى ما شبعت منه يعني كنت ما أخذ وجود فور جرانتد على أساس أنه موجود دائما أي وقت أبو أحدك علي ويرد علي أي وقت أرسله فويس حيرد علي فأنه فجأة فعلا يروح هذا ما كان في الحسبان أبدا 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 يعني لا كان تعبان لا كان مريض عشان نتهيئ حتى لأنه هو ممكن يروح وقلك شفت لما الشخص يقول لك كلام يثبت عقلك يثبت كلامه كان دائما يقول أنا أطل الله في عمري أنا أدامني الله على الله يديمني على روسكم دائما لما كان يتكلم يبدأ كلامه كذا وبعدين يعني هو شفت لما يقول لك عمر الشاي بائي يعني صغف الله كنت أقول بابا شاي يمو المفرض يموت الحين شو كان بعدك منه كنا متفقين كنا متفقين أخلص من الكويت أروح السعودية أخذ بنت أختي وجي على مصر كنا متفقين نقضي وقت أكثر سوا كنت بغاين يشوف عيالي يكون معاي الكلمة الأخيرة أثناء البداية شو قلت ما كنت مستعدة ما كنت مستعدة حتى لما جاء وخلاص قبل لا يدفنوا يعني أوكي الله يرحم ويغفر لك بس بس مو الحين هذا أكثر شي كنت أقول أنه مو الحين أنت مو الحين أنت مو وقتك تروح ليش ليش تركتني ليش ليش خليتني ما كنت مستعدة أبدا لسه كنت أقضي معا وقت لسه كنت وعدت بأشياء كثير أسول إياها كنا متفقين على أشياء كثير نسويها سور بس خلاني خلاني وراح الوجع بيزيد مع الوقت أو الإنسان بيتعود على الغياب وبصير الوجع أخف مع الوقت يخف الموضوع بس دموعك بيقوله عكسك أشتغلو بس ما بلي التحيل إيش سهوي لما كثير تستغيل شو بتعملي أكتب لو واتساب أكتب لو أسأل في ما أسأل إطا هي إنه ما يجي رد هذا اللي ضايق لي آخر واتساب عتي ليا شو لت له في اشتغل لك مرلوم يريتك معي اختروني لجنة يكون يكون في اللجنة يريتك موجود كنت حتكون فخور فيني وحش وحشتني مرة كثير يضب يضب علي أتذكر يده لو كنت أحضن ويطلطب عليه وحشني مرة وحشني مرة يعني بابا ما كان الشخص الهادي بابا يعمل لك أزعرين في المكان يعمل لك جو يضحكك يخانقك كل شيء تبغى في نفسه القاعدة صوته عالي يضحك يهزئ نضحك نتشاد كل شيء قلت نحن بنكبر وناخد أهلنا ونكون نطالع بيننا نعمل معهم أمور ونعيش حيات معهم ونحقق أحلامنا معهم وبلحظة بيجي الموت ياخدهم شو بتقول اليوم لكل شخص أخذ أهله فور جرانتد ولكل شخص عنده أحلام يعملها مع أهله وبعد ما عملها أقول لنفسي هذا الكلام كمان أولا لأنه قلت لك الواحد لما يعدي البيك حق الموضوع ويبدأ ينزل حتى الشخص نفسه يبدأ يريح يعني ما حقول لك أنا البرفكت اللي تعلى اللي يعني من تجربة الوالد صرت بيرفكت مع الوالدة بس أنه أقول هذا الكلام فعلا لنفسي أولا وللناس أيوا استغلوا الوقت وقعدوا مع الناس اللي تحبوهم الشغل عمره ما حيخلص لو أنا ما سويته حيجيبه أحد يسويه نفس الشيء الوظيفة الشغل إيش ما يكون لو أنا ما كملته في غيره حيكمله بس الناس اللي حولينك واللي تحبهم لو ما قضيت معاهم الوقت وشبعت منهم حيروحوا وانت حتقعد بحسرتك بعدهم ما في ولا شيء حيعبي هذا الفراغ حيخف الألم إيه وتنشغل مع حياتك إيه بس دايماً حتتذكرهم دايماً حتندم أنك ما قضيت وقت معاهم أكثر شيء بتندم عليه شو؟ قبل لي توفق كم شهر في شهرين أنا ويا تشهدين فيها و ويعني كذا طولت عليه ما صرت أتواصل معا كثير هذا أكثر شيء ندمت عليه أني ما قضيت هذا الوقت في أني أكون فيه معا أكثر أتواصل فيه معا أكثر كيف عشتي هذا الحزن؟ كيف حبرتي عن هيدا الألم وعن هيدا الحزن؟ مريت بكل مراحل جيب أي كتاب يقول لك إيش مراحل ما بعد الصدمة يعني خمس مراحل تقبل خمس مراحل مريتها أنا ما عرف هما خمسة أو أكثر بس اللي هو الغضب غضب عارم أنا ما عرفهم بالترتيب ولكن هقول لك أنا إيش حسيت غضب وزعل شديد لدرجة لا متناهية بعدين حاولت أهدى شوي أستوعب الموضوع استيعاب بدت يعني خلاص اللي هو أقتنع أنه هو عند رب العالمين اللي أرحم مني ومن أي أحد هو هناك مبسوط يعني لا تقول تتفكري بطريقة سيئة هو السيئ في الموضوع أنه أنا حاشتاق له فقط ولا كمكان كراحة هو مرتاح هو مرتاح اللحظة يلي اللحظة اللي حلقت فيها شعر حلقت كنت بأي مرحلة من الغضب من أي مرحلة من تبعات ما بعد الصدمة لما أخذت قرار أني بتحل أشعرك خلينا أذكر كويس أعتقد أنه أنا حلاكتي كانت قبل لا يتوفى كان آخر فترة قبل لا يتوفى بس لما توفى إيش التغيير اللي حسيت أني أبوه سويه قصة يعني أنا كنت قبل قصيت شعري أو حلقته عشان أعالج شعري أوكي بعدين لما بعد ما توفى رجعت خففته مرة ثانية صار مو مهم عندي أعاجه كذا اللي هو حسيت أبوه سوي حركة اللي هو خففته زيادة وصبغته أشقر ديته لون يعني ما صار همي أنه أنا يطول صحي لا رحت حركته بالصبغة صبغته حتى فاتح وخففته شو اللي ساعدك إلى تقبل الوفاة تقبل الفاجعة اللي عشتيها أي دور لعب الطبيب النفسي اللي كنت عم تزوري بهالمرحلة الدكتور طبعا بعدها يعني قبل صراحة في لسه كنت في مشاعر الغضب أحاول أقنع نفسي ولكني وصلت مرحلة اكتئاب اكتئاب عالية جدا بعد ما رجعت من الكويت وخلصت وحتى قعدت بعدها كم شهر رجعت السعودية وقعد في مرحلة اكتئاب أبو ثلاثة شهور وقتها أنا رحت ترت الدكتور النفسي لأنه فعلا أنا ما كنت مستمتعة بأي شيء في الحياة ما كنت أحسب ولا شيء ولا شيء كان كل شيء بالنسبة لي سوات كانت الحياة ما لها معنى كان كان كل شيء أسوي ما له معنى ولا له طعم ولا له ولا كنت أقدر أستشعر السعادة في أي شيء أنا أسوي كنت شايفة سوداوية كنت أفكر أترك التمثيل أفكر أترك كل شيء أتخلى عن كل شيء أنا كنت كاتت أسوي أقعد في البيت أستنى القدر والمصير اللي وين يأخذني قديش سمرت هذه المرحلة تقريبا ثلاثة شهور شو اللي خليك ترجع توقف على الشريكة أهلي الناس اللي أحبون يحبوني كان فيه شخص داعم لي هذا كل وقت كان برضو يحاول يطلعني من المود اللي أنا فيه أختي كانت تقولي إذا بابا كان شايفك أو يقدر يتكلم معاك أو حتى هو قبل لا يتوفى إيش كان دايما يقول لنا كان دايما محضرنا لهذه اللحظة كان دايما يقول أبغى بناتي أقوية عشان لما أنا أروح ما تحتاجه أحد أكيد كان يبغى ناجحين حتى بعد ما هو يتوفى فكان هذا كلامهم برضو أثر فيني ماما وخوفها علي وحرصها على أني أروح الدكتور عشان أقدر أطلع من الحالة هذه وأنه كمان أنا لما كنت أفكر أنه أوكي فيه فيه الأب وراح بس الأم موجودة ما يحتاج أدخلها في حسرة يعني هي موجودة فخليني أعيش لها ومعاها كمان فكل هذه كانت عوامل لما الفتاة الصبية بتخسر الرجل الأعظم بحياتها بحاجة إلى سند وإلى رجل تقدر فعلا تبتكل عليه ويكون هو السند بعد ما فقدت الرجل الأعظم بحياتها صحيح يا مالك هذا هو الشخص اللي كنت قلت قبل شوي قلت أنه كان بشخص واقف حدك صحيح كيف احتوى هذا الشخص أضوى الإنسانة المكتئبة الإنسانة اللي عم تقطع بفترة صعبة بحياتها اكتئاب وفايت والد كيف احتوى أضوى الحزينة كيف احتوىها كان يسمعلي دائما كان في الاكتئاب انتعار في الواحد يتصرف تصرفات سخيفة غبية يضايق اللي قدامه يتكلم يصرخ مو مهم مو مهم المهم انه انا انفس عن نفسي قدرة تتحمل صفر فكان يتحمل كل شيء يصير مني كان يتحمل اي كلام انا اقوله اي تصرف انا اسوي كان يعني اهمه انه انا اصير احسن انه انا اصير احسن وفعلا يعني الحمد لله اخدت اخدت وقتي وما يعني ما قاعد يقول انه والله انا ما اقدر اتحملك انتي كلامك مدري كيف شو كنت تقولي يعني اوقات بلا داعي اصرخ يعني على اي موضوع مثلا ممكن نسول في موضوع تافع بس كده والله احس اني زعلانة ومضايقة اقعد صرخ اقعد عرفت بس انا فعليا انا يعني حتى الحين لما اذكر نفسي هذاك الوقت انا فعليا ما كنت انا ما كنت مية بالمية حاضرة عرفت كان علي غمامة كان في كده غمامة علي ف اللي هو زي ما قلت لك لما ما تتحمل ولا شي فكيف تصرفك لما ما تتحمل اي احد يقول لك اي ترد عليه يعني حتى اهلي حتى اهلي برضه اللي هو كنت كنت معاهم بنفس الاتسيود بس بهالمرحلة كنت قادرة تعطي التزام لرجل يعني قادرة تكوني ملتزمة معه قادرة تحلمي انت وياه قادرة تقدري تفكري بحياة مشتركة انت وياه وانت كنت بهاللحظات انساني انساني ضايعة مانا عم تعرف اولوياتها بالحياة شو اه لا نظرة للمستقبل ايش هيصير لا بس اللي اعرف انه ابغى هذا الشخص يكون معاي بس انه شي للمستقبل ويلا وانه تزوج ولا يلا اللي بنيعيه لا 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 لسه يعني يعني ما كان رؤية واضحة او كان انا متأكدة ايش هنعمل او او لا هو كان عم يعطيك وعم يحتويك انت وانت بهذه المرحلة من حياتك انت كنت قادرة تعطيه بهالوقت المرأة اللي بتكون لضعيفة المكتئبة قادرة تعطي هذا الرجل قادرة تعطيه نوع من الامان قادرة تعطيه الحب قادرة تعطيه الاهتمام وهي امرأة عم تتخبط بينها وبين نفسها وبحالة اكتئاب اه ما كنت اعطي يعني ما احس اني قاعدة اعطي ولكن كنت هادية يعني كيف اقولك شفت لما مثلا لما تكون في حالة او مش في حالتك الطبيعية وممكن اللي قدامك يجي يقولك هاش رايك نروح يمين اوكي يمين اش رايك نروح يسار اوكي يسار اش رايك نروح على طول اوكي على طول يعني خاص ما عندك مشكلة في اي شيء قاعد يصير يالله اوكي يالله يا لانه مش هذا همي او مش هذا الشي اللي انا قاعدة افكر فيه مخي مخي في جهة اخرى مخي حزين او او عندي جرح جرح عميق جدا اعمق الالم حقه اعمق من اني انا افكر في اي شيء ثاني مخي مركز في الالم وعمق الجرح اكثر من اي شيء في حياتي بيقول الحب للحب خمس لغات اي لغة كلمكيها هو ما قد الرجال قبلوا يحكوكي باللغة اللي انتي بديكيها تعرف الكتاب خمس لغات للحب ايوا ايوا اعرف هيدول خمس لغات للحب اي لغة عارف اي لغة عارف في حقيقي اي لغة انتي اي لغة من هذه اللغات والله توقع انا كل اللغات يعني صراح احب الهدايا احب الكواليتي تايم احب يعني احس كله والله يشوف هذا كل وقت كان الاحتواء والحنان هو هو الاساس يعني شفت لما احس او لما حسيت انه العوض يعني فيه فيه رجال معاي مسؤول تقبل انه المرأة من دون رجل هي امرأة ضعيفة؟ لا ما هي ضعيفة حرة امرأة من دون رجل هي امرأة حرة؟ لا خلينا اقول لك الكلكيع هي اللي تخليك تحس او ما تحس يعني حتى انا اعترف في نفسي انه انا عندي مشكلة الحرية ترى هذي مشكلة بالنسبة لي ولما مثلا زي كذا لما لما مثلا يسألني وان رايح وان جاية ترى كان عندي مشكلة برضه اللي هو عفوا تبت قيد حريتي بس زي ما قلت لك الكلام النقاش بين الاثنين مفيد فلما يجي يشرح لي ويقول لي يا بنت الناس انا لا ابغى قيد حريتك ولا ابغى اسوي اي شي من الافكار حقتك انا ارتحتك طيب بس ما فيك كمان اليوم تقول لها شريك حياتك بدك شريك ما فيسألك انت وين رايحة انت وين جاية واي ساعة رايحة واي ساعة رايحة من باب الشراكة مش من باب تقييد الحرية ليش في يوم النساء بعض النساء بيفتكروا اذا هذا الرجل سأل هذا السؤال هذا الرجل بدي يقيد حريتها ليش ما بتعتبر ان هيدا شريك حياتها وبدو يتطمن عليها وبدو يعرف شو عم تعمل وين راحة وين جد نشوف الكلكيع يعني في حريمها ما عندهم مشكلة يسألها ومرة عادي بالاقس تقول له بس اللي اللي ما تتقبل هذا شي ما ناتوا عندها مشكلة نفسية فيه تبعات شي صار له في حياتها تقييد حرية صار له في حياتها وانا يعني ما دري يعني قاعدة احفر في حياتي عشان نشوف انا ليش عندي هذه المشكلة ممكن امرأة تكون حرة وهي امرأة متزوجة مع شريك ممكن تكون حرة صحيح مفهوم الحرية يقيد لما انت تكون عندك شريك معيك وبكرة اذا عندك عائلة مفهوم الحرية تقيد يعني مفهوم الحرية يقيد المفهوم كلمة حرية ما بتعود امرأة فعلا امرأة حرة ما زي ما قلتلك حرة في مساحتي عرفت في الاشياء اللي عندي يعني انا ايش ابغى الحرية في ايش انه انا اقدر اشتغل انا اقدر اشتغل وانا متزوجة وعندي عيال اقدر انا مثلا ابغى سافر اقدر اسافر وانا متزوجة وعندي عيال حسب انت رابط معنى كلمة حرية في ايش سافر لوين الاردن حسافر ان شاء الله العرس في المملكة او في المملكة والمملكة في الاردن في المملكة الاردنية الحشمية ولا في المملكة العربية السعودية لا في السعودية ان شاء الله ما هنا جايبتي لعنك يعني انا اروح له هو يجيني بس انا شوف اهم صراحة اللي تعلمته في حياتي كلها انه ومع الرجل تحديدا هل انا ابغى هذا الرجل وشاريته لانه اذا انا شاريته هكمل معه اذا انا مو شاريته ما هكمل معه اليوم بتشكري او بتعتذري منه الاثنين اعتذر منه على على اي شي غلط انا سويت له على اي اذية نفسية انا قلتها بقصد او من غير قصد على اي مشاعر سلبية انا وصلت له اياها على يعني زي ما قلت لك في الفترة اللي انا كنت مكتئبة فيها انا ما اعرف انا ما اعرف عن الاشياء اللي انا ضايقت فيها انا متأكد انه في اشياء ضايقت فيها انا اوكي مستوعب الاشياء اللي انا ضايقت فيها اللي انا مستوعبتها اعتذر له منها مرة وانا اصفة وحقك علي وعلى راسي من فوق اوكي ام واصفة على الاشياء اللي انا ممكن اذيتك فيها وانا ما ادري شو اللي بتدري وعملتي على ما تدري ما تدري بس شو اللي كنت تدري وعملتي وازيتي فيها يعني قلت لك انا متأكد يعني ما يحضرني الحين بس انه يعني كنت مثلا عصب على الاشياء اتافها حيث عموميات بدي حادثة معينة أكيد بتذكري بمحل معين أزيتي وأنت كنت قاصدة أو كنت عارفة أنه في حجم أزا يعني يعني زي ما قلت لك يا كلها مواقف عاما أنت بدي تقولي لا طبعا ما في شي يقوله لا بس أنه عموميات عم بتقولي عمو أيوة وشكرا لوجودك في حياتي فعلا أنا مرة ممتنة إذا بتقوليه شي هلا إذا بتقوليه شي هلا لأول مرة بتقوليه لي لا أدري يا أول مرة لأنا قلت له كل شي صديق أنا مرة أحبه وصديق شكرا إنه هو موجود في حياتي وشكرا للصدفة الحلوة اللي جمعتني فيه يعني يمكن هو معارف أنه أنا ما أعبر كثير إليله عبريله عبريله إذا ما بتعبري كثير وهيك عم بتعبريله اليوم إليله حط سبيكر رح سماعة حط سبيكر حط سبيكر إليه مع سبيكر حمزة لا إنت عال سبيكر قربت الجوال للمايك يا حاس أنا مرة أحبك يعني حتخلينا نبكي مرة ثانية مالك حمزة مرة شكرا صديق مرة شكرا إنك موجود في حياتي بالعكس يا حبي أنا مرة ممتنة أضوات وأنا أحبك كم ممتنة للصدفة الحلوة اللي جمعتني فيك يمكن أنت ما تحس أنه أنا حنونة يمكن تشوف أنه أنا قاسية بس أنت عارف أنه أنا مرة أحبك ومرة ما أتخيل حياتي بدونك بالعكس يا حبي لا تذكي أنت أكثر إنسان حنون مرة أسفة أسفة على أي وقت أنا زعلتك فيه أسفة على على أي وقت أنا ضايقتك فيه سواء في فترة اكتئابي سواء في الوقت اللي أنا زرت فيه طبيعية أنا مرة أعزفة بالعكس لا تتأثثي ولا شيء إحنا ليش مع بعض عشان نكون مع بعض ونمتجت مع بعض حمزة حمزة أحكي ما لك يا حمزة 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 أنت شو بتقيل لي اليوم لأضوى لأول مرة بتقيل ليه؟ أنا كثير بحثها وجدت شكرا لها معي وبصراحة لما تعرفت عضوى وبعدين كانت معي كل إشي تغير معي بالحياة وكثير صرت أشوف الحياة تختلف رح تقيد لحريتها؟ لا ما بقيدي لحريتها بس ديقلك شغلي أنه هي كنت تتحمي الرجل تبع باب الحارة كمان تصعب خبرك ما عند الأمور رح حبرك إيه على الأحضار أحضار رح ألقى ماشي يا حبيبي يلا شكرا 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 لكم يلا ترهو حياوي بعد رجع الحب خليك ترجع على الضوى صحيح على شو اتفقته؟ شو أهمية يتفقوا لأتنين؟ على أي نقاط اتفقت أنت وخطيبك اليوم؟ أي نقاط تفقتوا لأي قبل الزواج؟ وقديش مهم هذا الاتفاق بين الرجل وزوجته قبل ما يتجوزه؟ أو خطيبته قبل ما يتجوزه قبل ما تصير زوجته؟ أهم شيء أهم اتفاق الصراحة اتفقنا فيه اتفقنا عليه أنه وهو اللي قل لي عليه فعليا أنه أي شيء ضايقنا يتكلم فيه بلحظتها وعدم تراكم المشاكل وتراكم المشاعر السلبية وتراكم أي شيء صحيح وأنه وأنه لما مثلا أجيكي مطايق أو أي حاجة عادي أنك مثلا مو شرط تردي علي في وقتها عشان لا تكبر المشكلة لأنه أنا بالطبع دفاعي فكان يقول لي ريلاكس مو شرط لو أنا جيتك معصب عادي تحتويني لو أنت جيتيني معصبة أنا أحتويكي ف بليز أنه يعني نكون هادين سوا وأي شيء ضايقنا ما نعدي بدون ما نتكلم لازم نتكلم عشان نطلع كل شيء في خواطرنا ونلاقي آم 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 كومن جراوند أو يعني حلقة توصل وتفاهم يعني عرفت نتفاهم من خلالها لازم تتخيل حالك أم شعر شو يعني أمومة يعني إذا الطفل الضعيف المسكين لما يجي آم 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 أعطي كل المشاعر اللي هو يحتاجها آم أربي أعملك بني آدم مو بني آدم قصدي مشاعر حتى لو طفل فهو عنده مشاعر ممكن تنقمع ممكن تتأثر ممكن أي شيء منه هو صغير بالعكس حتى العمر الصغير كريتيكا المرة أكثر من لما يكبر لأنه هذا العمر هو أساس تكوين كل السنين الجاية والشخصية اللي حنشوفها في الأخير الأمومة أضحية ممكن أضوى تضحي كرميل أمومتها ممكن تضحي بمسيرتها المهنية يعني يعني أنا حاول أنه توفق أي أوفق بين الاثنين ولكن لا سمح الله إذا ما قدرت الأولوية هتروح للأطفال لكن حريتك هتكون مقيدة وما فيك تكون حرة 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 زي ما قلت لك الواحد يحاول يلاقي حلول بس إذا ما في أكيد أنه أنا ما جبت يعني هذه مسؤولية أنا ما جبت أو ما يعني ما اتفقنا على أنه نجيبه إلا وإحنا حكيم في كل التفاصيل أينت أينت فهمت أضوى أنه الأمومة تضحية وأينت لمست فعلا أنه أمه ضححت أيضا والله يعني من فترة يمكن أكثر شي لما أختي جابت بنت عمر جوجه بنت أختي الحين خمس سنين يعني تقريبا من خمس سنين لما بديت أشوف كيف ماما أكثر كمان مع أختي ومع بنت أختي وكيف حريصة وعرفت يعني سبحان الله الطفل يجي يعلمك على أشياء فالهو لما تيجي تشوفها وتشوف أنه طب ماما كيف كانت تتصرف معنا وإحنا صغار كذا وعملت معنا كذا وماما ضححت بحياتها عشاني أنا وأختي ماما مسكتنا في وقت كان الطريق فيه وعر مسكت مسكتني أنا من هنا ومسكت أختي من هنا ومشيت مشيت فينا شيلتنا في هذا الطريق الوعر وما كانت شايفة قدامها كان فيه طلاق بين أمك وبيك كان إحنا المحفز تزوجت لا ليش عشان أنا وأنا صغيرة جيت قلت لها في يوم أنه ما أتخيل أنه يكون فيه رجال في بيتنا أو في غرفتك عشان أنا ما حصير أقدر أدخل عليك بالليل وأنام جنبك لأنه فيه رجال في غرفتك فهي مرة أخذت على عاتقها هذه الجملة وقطعت قطعت باب الزواج هذا تماما مع أنها كان عمرها صغير وكان تعرف يعني أي امرأة معها أطفال وصغيرة في العمر محتاج أستند محتاج رجال يكون في حياتها حق وحاجة صحيح وبالرغم من هيدا الشيء استغنث عنه تماما عشاننا تماما إلى يومك إلى يومك هي عايشة عشاننا أولويتها في الحياة أضوأ أروأ أشتبغى جوجو بنت أختي أشتبغى حتى لما تزعل حتى لما نتشاد أنا خلاص أنا من اليوم حفكر في نفسي أنا من اليوم ما حفكر فيكم كلام كلام فاضي تلاقيها بعدها بساعة ساعتين أكلتي ترى فيه غدا إذا تبغوا بعدين كذا عرفت لو وزعلنا ترى فيه غدا اللي يبغى يعني سويت وتروح تروح تشوف مثلا غدا أكل منه ولا لا تيجي تطالعة أحد يبغى شيء يعني تحمق عشان إحنا ما قلنا لها طلباتنا إيش نبغى آخر مرة كثيرة آخر مرة عبرتلها عن مشاعري مرة من زمان آخر مرة عبرتلها عن مشاعرك آخر زمان ليش مشاغل الحياة كبرياء حتى مع الوالدة في كبرياء أحيانا صعبة تقولي كلمة بحبك لا مو صعبة لكن كبرياء من شو يمكن ما قدري أنا بالنسبالي مع ماما يعني شايف في حدود يعني في شوية حدود أنا أنا ما أبغى تنكسر أنا ما أبغى تروح فعشان كده عارف في حب في تعبير بس معين مش أبعد عرفت ما بتخاف تندمي لا سمح الله لا سمح الله إلا وهذا التفكير اللي دايما يخليني إنه خلاص خلاص خليك يحنون معاها عبريلا عبريلا إن شاء الله تتوقع صاحي سبيكر أربي المنك نعم أربي المنك ماما كيفك يا حبيبتي خير أنت بكيفك الحمد لله ماما ترى أنا مره أحبك أنا أحبك وأنت أنا في لقاء وحب أعبر لك عن شعوري نعم أعرف أعرف أنه يعني أنت تشوفي أنه أنا ما بشارك كثير جامدة معاك شوي أقص عليك أحيانا بعيد عني بعيد عنك بس أنت عارف أنه أنا مره أحبك وبحاول أنه أنا أكون قريبة لك كثير إن شاء الله بس إن شاء الله هم شيء ما تزعلي مني لما كن قاسية بس لا تتكي إذا أنت في الدقاء من واجبات الدقاء نتسوي دالشيء أيوان أنا أعبر لك عن مشاعر كنا أتكلم عن علاقتي فيك وكت حاب أكلمك وأعبر لك عن اللي في بالل أحساسك نعم دي بغاية أخذيك دور الصباح العربية يعني أحساسك أحساسك داخلي ماشي يا حبيبتي دي أمير دي أمير دي أمير دي أمير دي أمير ليش 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 بتتخبي بأضوة قاسية أضوة يلي عندها برودة مشاعر بالرغم أنه أضوة قطعت بكتير مستحقات بحياتها قطعت بالموت بالمرض بمرض تاني مرة بالتنمر بالوجع الجسدي والوجع النفسي الشيلد حكي الشيلد حكي عشان أنا ما أتأذى أنا من جوا قديش بتعذب لو بتعيشي هذا الصراع أنت شو بتبيني للناس أو أنت شو بالحقيقة يعني حتى أقرب الناس عليك يمكن ما أدروا بعد يفهموا أنت فعلا شو يعني ما أعرف أنا ترى أقدر أرد وأعرف أرد وأعرف أقصى أقصى عليكم ولا إيش ما أعرف يعني لسه هذا واحد من أشياء أنا أبغى يعني أضبطها وأعدلها فيني بتعيشي صراع بين شو بتفرجي للناس وأنت شو بتكوني عم بتعيشي بس هذا الصراع مع الناس القريبة فقط يعني اللي بره عادي القريبة هي اللي أنا يعني عارف بالذات مثلا لما ندخل في الجدال أنا وحمزة اللي هو يعني أوكي الحمد لله أنا قاعدة أحاول يعني صايرة أعرف أعمل كنترول بس أنه مثلا اللي هو كان عندي كأنه كأنه لا أنا اللي حثبت لك لا أنا اللي حوري كأنه مجاكر الموضوع كأنه اللي هو إلين إلين تويع من فترة بسيطة لو فكرت مو شرط إحنا ما هي مجاكر الحياة أنا ما يدخل حرب معه خاص إهدي وإذا قل لي هذا الكلام مو شرط أنا أخذه على حاطقي وأزعل منه عارفت قاعدة أحاول أوصل لهذه المرحلة يعني مثلا مع ماما ماما حبيبتي أحبها وكل شيء ولكن ولكن تعرف الأمهات اللي مثلا يعني زي كذا أنه أنه الحين أنا بتكلم لك في مشاعر أعطتني كومنت عن تحسني لغتك العربية أو ممكن أنها قاعدة تنزح أو ما تنزح ما أعرف بس بس عارف هذا الشيء اللي هو ماما ركزي في صلب مشاعر اللي قاعدة أعبرلك فيها وليس طريقة كلامي شوية عندها هذا الشيء ممكن ممكن أعتقد أنه إحنا محتاجين أنا وماما نقعد سوا ونفهم بعض أكثر عرفت؟ أفهمها وتفهمني أكثر هو هذا أحيانا أقدر أتغلب على نفسي وعلى عن جهيتي أحيانا ما أقدر وهذا اللي يخليني أرد ويخليني أضغى أثبت ويخليني عرف واللي هو أعرف أنه أنا كلامي قوي على اللي قدامي بس إلا خليني أعورك عشان تحس عشان ما عاد تقول كذا مرة ثانية خليني أعورك عشان ما عاد تقولي لي كذا وتطلعي عن صلب الموضوع ما هو هذا الحل؟ تحيي لجرأتك أضغط أعتقد لو ما واجهنا نفسنا ما حنعرف نلاقي حلول يعني أنا ما بقول إحنا في القافة وإحنا قاعدين نتكلم وأنا ما جيت إلا عشان فعلا نتكلم وأقول الحقيقتي وحقيقة أنا كيف شايف الأمور ولا كان ممكن زي ما قلت أجامل ولا أتكلم بطريقة مبهمة المعلبة أيوه أعرفت أيوه بالضبط بس لا أنا في حياتي يعني بعد ما من 2014 بدأت رحلة التغيير في حياتي وصرت أقرأ كتب وأهمها في تطوير الذات تبغى فعلا تتطور أنت لازم تواجه نفسك الحقيقية بكل سلبياتها وبكل إيجابياتها لو أنت غميت عينك عن حقيقتك السلبية فأنت ما حتتعدل عمرك ما حتتعدل بس أنا لما أعرف وين الغلط فيني بالتحديد أنا هكدر أمسكه وأعدله وأحسنه أطوره أي شي لو حياتك فيلم أي مشهد بتبلش في الفيلم كمخرجة حياتي أنا متوقع أن أنا مخرجة شاطرة ولكن التجائزة لجد التحكيم بالحياتي مشهد طلوعي من المستشفى الرصيف الرصيف أول شي يلي تعلمت تقدريه من بعد المرض أصعب مشهد أصعب مشهد لما شفت بابا قبل يتدفن خلاص قبل يتدفنه البطولة لمين شكراً لنفسي شكراً لنفسي على كل شي عديت فيه أشخاص بيلعبوا دور رئيسي بالفيلم أروى أختي خلو ناهد مرات أبوي ماما بابا هايا بنت عمتي يعني هذول اللي من من زمان إلى الآن فيه كثير يعني فيه النهاية هنشوف حياتي قدامنا إن شاء الله الله يطول في عمرك ويطول في عمري عملك آخر مشهد من الفيلم أنا ما قلت لك نهاية حياتي عملك آخر مشهد من الفيلم ما لسه الفيلم مستمر آه الفيلم الفيلم الحلقة فيلم حياتي إن شاء الله مستمر إلى إلى أعلى المناصب كيف تتخيلي كيف تتخيلي أو كيف تحب تكون النهاية بعد عمرا طويل بعد عمرا طويل أهم شي حسن الخاتمة والله يعني ما أقدر أتخيل للصراحة ما أعرف يعني ما أعرفت لما الواحد يتخيل إنه أنا قاعدة بين أهلي عيالي زوجي بعدين أموت لا أستغفر الله طبهم حيزعلوا هم حيتعبوا أكيد ما يهون علي يتعبهم من بعدي طب يعني ما الله أعلم كل اللي يجيبوا ربي خير ولكن أهم شي حسن الخاتمة أهم شي يا رب أنه يعني تكون خاتمتي شي حلو أطير منه للجنة على طول يا رب يا رب يا رب حسن الخاتمة بعد عمرا طويل يا رب أدوى شكرا 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 لك على كمية المشاعر اللي طلعتها مني اليوم شكرا شكرا لسؤتك فعلا رائعا حلو شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة